ترجمة نانسي قنقر ورؤية السيد الرئيس حول الوضع في المنطقة والتحديات التي يفرضها لسيما الوضع في ليبيا والذي تم الاتفاق بشأنه على مواصلة الجهود المشتركة بين الجزائر والتونس للدفع بما صار الحل السياسي في ليبيا ولا خيار ثاني بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء وحقيقي بين أبناء ليبيا البلد وفي بلد واحد حفاظا على أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدتها وأقد أكد سيد الرئيس تمسك الجمهورية التونسية بالعلاقات الممتازة التي تربطها بالجزائر وحرصها على تعزيزها منطلقا أو متطلعا إلى استقبال أخيه السيد الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيد عبد المجيد تبون في زيارة إلى تونس والتي ستشكل لا محال محطة بارزة في مسيرة العلاقات بين البلدين وشكرا لكم